رد مجدي عبدالغني على اتهامات سرقة الملابس مؤامرة ضد شخصيته تشهد تصريحات مجدي عبدالغني لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق على برنامج ملعبنا على رد فعل حاد حول اتهامات سرقة الملابس من مخازن اتحاد كرة القدم المصري والتي أدت إلى استبعاده من رئاسة بعثة المنتخب في مونديال روسيا 2012 في حوار مع الاعلام لطفي الزعبي أكد عبدالغني أن الاتهامات هي باطلة وتمثل محاولة لتشويه سمعته وصف الواقع بأنها مؤامرة كبيرة تستهدف شخصيته وفي محاولة للتبرؤ من الاتهامات أشار إلى تفاصيل غير متناسقة في توزيع الملابس داخل المخازن معبرا عن عدم تورطه في أي سرقة عبدالغني ذهب إلى حد الاتهام بتدبير مؤامرة ضده متهما أعضاء مجلس الإدارة وشخصيات بارزة في الاتحاد بالتآمر عليه مشيرا إلى أنه تم استخدام صور ملتقطة له مع عربة النقل لتكوين حال التآمر وكأنه قام بنقل الملابس وفيما يتعلق بإقصائه من رئاسة بعثة المنتخب في مونديال روسيا 2018 اعتبر عبدالغني ذلك أنه حدث الدراماتيكي وجزء من المؤامرة التي استهدفت إزاحته من المشهد الرياضي ترجمة نانسي قنقر